أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 1724 حاجة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحاجة وأوضحت الوزارة أنه من بين الحالات 639 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المقرمة وـ 1880 حالة في المدينة المنورة مشيرة أنه تم تحويل ثلاث حالات مرضية للمستشفى السعودية بالمدينة المنورة وجميعهم تماثلوا لشفاء وغادروا المستشفيات من جانبه أكد رئيس البعثة الطبية للحاجة سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معضية ووجود تعاون وتنصيق تام مع كل المستشفيات والسلطات الصحية السعودية